بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال إطراب طيف التوحد أسعد وأتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن بعض المهارات في مادة الدراسات الإسلامية والتي نقوم بتدريب أبنائنا من ذوي إطراب طيف التوحد من المهم دائما تدريبهم على مثل هذه المهارات وفي هذه الجلسة نتحدث عن المهارات المتعلقة بالقرآن الكريم تدريبهم على مثل هذه المهارات يساعد بشكل كبير على تحسين الجوانب كبيرة من السمات التي لديهم خصوصا التي تعلق بالنطق والتفاعل والتواصل مع الآخرين حيث نطق القرآن محاولة قراءته تدريب اللسان تعويد اللسان على القراءة هذا ينمي العديد من المهارات المتعلقة بالتواصل والتفاعل مع الآخرين وتحسين النطق كذلك لديهم وأن كان من أخطاء في النطق كذلك تعديل هذه الأخطاء من خلال تلاوة القرآن الكريم وهذا بشكل ملاحظ لدى أبنائنا داخل الصف عند تدريبهم على مثل هذه المهارات يكون لديه طلاقة بشكل أكبر عند قراءاتي حتى الجمل في خارج القرآن الكريم النطق يكون لديه طلاقة أكبر تحسين وتعديل الكثير من الأخطاء التي تظهر لدى الطالب عند النطق تعديل بعض الأحرف مخارج هذه الأحرف من خلال تكرار تلاوة القرآن الكريم يتحسن الكثير من هذه الأخطاء و تحسن كثير من المهارات و المقدرة على النطق و الكلام و القراءة كذلك بشكل سريع و بشكل أكثر سلاسة الذين من الوحدات يتوقع من الطالب بعد درس القرآن الكريم كتاب الله عز وجل أن يتعرف على أن القرآن الكريم كتاب الله تعالى يتعرف على معنى القرآن الكريم يتعرف على ما يجب على المسلم تجاه القرآن الكريم يؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله محبة القرآن الكريم و تعظيمه نزول القرآن الكريم في ليلة القدر من شهر رمضان يحرص على قراءة القرآن الكريم و العمل به إذن من خلال هذه الأهداف التي لديه هي التي سأقوم بتحليلها و تجزئة هذه المهارات حتى يستطيع فهمها و استيعابها تحدثنا عنها و أشرنا إليها و إلى تفاصيلها كذلك في جلسات سابقة نؤكد على أهم النقاط التي كانت لدينا و أنه يعرف ما هو القرآن الكريم و أنه كلام الله سبحانه و تعالى و أنه يجب علينا أن نعظم القرآن الكريم و أن نحرص على قراءته و أن نعلم أنه نزل في شهر رمضان في شهر رمضان نزل القرآن الكريم أدرب على كل هذه المهارات و أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه و تعالى كل هذه المهارات أدربه عليها حتى يستطيع فهمها و استيعابها ثم أجعلها سلوك و قيم يتحلى بها و يتخلق بمثل هذه الأخلاق من خلال تعظيمه للقرآن فإنه يعظم القرآن الكريم عندما يريد تلاوته يتأدب عند تلاوته هذا القرآن الكريم لأنه في البداية عرف أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه و تعالى عظم هذا الكتاب الذي هو كلام الله سبحانه و تعالى من خلال معرفته لأن هذا القرآن لعظمة هذا القرآن و أنه يجب عليه أن يعظم هذا القرآن الكريم لأنه من عند الله سبحانه وتعالى هو يكون لدي حماس أكبر في أن يتعلم هذا القرآن يحفظ هذا القرآن و كذلك كيف يتعامل مع القرآن الكريم بعدما يستخدم المصحف كيف يتعامل مع كذلك مع أوراق المصحف أن لا يضعها مثلا في أسفل الطاولة يضعها فوق الكتب و نحوه من المهارات السلوكيات إذن و الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها محبة القرآن الكريم و تعظيمها ثانيا يحرص على قراءة القرآن الكريم ثالثا تعظيم القرآن الكريم و العمل به إذن السلوكيات التي أريد أن أجعلها لها أن يحب القرآن الكريم و أن يعظمه هذا القرآن الكريم و يحب قراءة القرآن الكريم ثم كذلك بعد ذلك أن يعمل بها هذه هي السلوكيات و الأخلاق التي تكون لديهم من قراءة القرآن الكريم وتعظيمه لله و معرفة أنه كتاب الله سبحانه وتعالى أستخدم بالإمكان أن أقوم باستعراض المصحف أن أحضر المصحف أبين له أن هذا المصحف أن هذا الكتاب هو كتاب الله سبحانه وتعالى و أنه يجب علينا دائما أبين له أن هذا القرآن الكريم هو عظيم منزل من عند الله سبحانه وتعالى و أنه يجب علي أن لا ألمس القرآن الكريم و أن لا أقوم بالقراءة منه إلا أن أكون متوضئا يجب علي أن أتوضأ قبل ذلك ثم بعد ذلك أقوم بلمس المصحف والقراءة من كل هذه المهارات أبينها له من خلال استعراض القرآن الكريم عندما يشاهدني أنا كيف أحمل المصحف كيف أهتم بالمصحف في القرآن الكريم دائما في الرف يوضع في أعلى الرف لا توضع فوقه الكتب لا يكون دائما مهجورا أو يسقط على الأرض لا أحد يقوم بحملة أو لا أحد يهتم كل هذه المهارات من خلال المشاهدة من خلال هذا التأثير الذي يشاهده من خلال البيئة من حولك في التعامل مع القرآن الكريم هو الذي سيجعله يعظم القرآن الكريم يهتم بقراءته ويعمل بما يتعلمه في القرآن الكريم المدخل بالإمكان أن يعرض المعلم كما أشرنا قبل قليل يعرض المعلم نسخة من القرآن الكريم أمام الطلهاب ويبين لهم أنه كتاب الله عز وجل حل أنشطة مع الطلاب عن ما يجب على الطالب تجاه القرآن الكريم ثانيا يذكر المعلم الدليل على أن القرآن هو الذكر المنزل وتكفل الله بحفظه كذلك لدينا من أداب الاستماع ومن الدروس التي نقوم بتدريبهم وأشرنا إليها تدريبه على آداب الاستماع آداب الاستماع للقرآن الكريم مهم الإشارة إليها تدريب الطالب عليها من خلال العديد من الأهداف كما أشرنا قبل قليل العديد من الأهداف من خلالها يستطيع الفهم وإدراك ومعرفة ما هي الآداب والتي يجب عليها يتحلى عندما يقرأ ويستمع كذلك للقرآن الكريم يتعرف أولا على فوائد الاستماع للقرآن الكريم يعدد آداب استماع القرآن الكريم يعبر عن حبه للقرآن وتعظيمه ويطبق آداب استماع القرآن الكريم ويستشعر مراقبة الله له في جميع شؤونه السلوكيات والأخلاق أولا الإخلاص بأن يقصد باستماعه وجه الله تعالى ثانيا حسن الاستماع والإنصات لتلاوة القرآن الكريم ثالثا تعظيم القرآن الكريم وأنه كلام الله العليم الخبير إذن لدينا دائما من المهم في التدرب على هذه المهارات القرآن الكريم أن يتدرب نشير إلى الأهداف نضع الأهداف ثم نضعها ضمن سلوكيات وأخلاق يجب أن يتحلى بها في البداية نستعرضها ونقوم بكتابتها ضمن البرنامج التعليمي والخطة التعليمية التي نقوم بوضعها لأبنائنا العديد من الأهداف تعلق بالاستماع والإنصات القرآن الكريم ثم كيف أجعلها سلوكيات يتحلى بها ويتخلق بمثل هذه الأخلاق التي من خلالها من خلال التدريب على العديد من الأشياء أن أقرأ القرآن واجعله مهم أن يستمع إلي لا يتحدث عندما أقرأ القرآن عندما يستمع زميلة كذلك يقرأ القرآن فأنا لا يتحدث أنه يجب عليها الاستماع والإنصات للقرآن عندما يقرأ تمهيد مثلا أستطيع تمهيد كذلك لاستماع القرآن الكريم حالات مختلفة أكتب تحت كل صورة اسم الحالة التي تدل عليها بالإمكان أن نستخدم مثلا هذه الصورة للقرآن الكريم وأنه من خلاله يستطيع الاستماع لشخص يقرأ القرآن الكريم أو يقوم بتشغيل مثلا مقطع صوتي من خلال الكمبيوتر من خلال الجوال كذلك بالإمكان عبره مصحف عين التعليمي الاستماع لتلاوة للقرآن الكريم من خلالها يستطيع سماع هذه الآيات للقرآن الكريم باستخدام هذه العديد من الوسائل التي من خلالها أضع أهداف ثم سلوكيات أجيد منه أن يتحلى بها ويتخلق بها من خلال العديد من الممارسات والسلوكيات اليومية التي نطبقها استماعي لزملائه استماعي لقرآن الكريم من أجهزة استماعي لقرآن الكريم من خلال هذا التطبيق كل هذه تساعد في إيصال هذا المعنى وهذا المفهوم له بشكل صحيح إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيبي المشاهدة سعت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في جلسات قادمة إن شاء الله تعالى طبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته